طيب عندنا خبر يخص محمد شعبان ولكن ليس محمد شعبان ألعاب القوة سوري محمد شعبان جمال أجسام اللي كان معنا في الانترو اللي خد عاشر مستر لومبيا ولكن محمد شعبان في لقبة التايكوندو تم انتخابه عضواً بالاتحاد الدولي لتايكوندو دي الأخبار حقيقة لا بتبسط وكان على فكرة احنا كان معنا في السكايف في أحد الحلقات وكان انفراد الحقيقة لبرنامج الأبطال ان احنا استطاعنا نجيبه وكنا متوقعين وسألناها السؤال ده وانا له انتناه وتخش انتخابات الاتحاد قال واحدة واحدة يا جماعة سبروا علي وهو كان ماسك ساعتها لجنة المسابقات الخبر بيقول ايه؟ المصري محمد شعبان فاز بأضوات الاتحاد الدولي تايكوندو ده حصل في الانتخابات اللي اتعاملت من أيام عن طريق الانلاين محمد شعبان فاز بمقعد من ثلاث مقعد مخصصين لأفريقيا في المكتب التنفيذ الاتحاد الدولي من ضمنهم مقعد محجوز للمرأة يعني هو كان بينفس على مكانين وبقى واحد من سبعتاشر عضو بس من أعضاء الاتحاد الدولي اللعبة سبعتاشر واحد منهم مصري إنجاز كبير للتيكوندو شعبان كان حقق 71 صوت أو فاز بثقة 71 صوت في الانتخابات وضمن وجوده في أدوات الاتحاد الدولي مع المغربي إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقيا والنياجرية مارجت إليذابيس علشان يكونوا ممثلين عن أفريقيا في الاتحاد الدولي محمد شعبان كادر مصري وعلى فكرة هو اللي كان ماسك المسابقات في توكيو 2020 وهو اللي ماسك المسابقات كان في بطولة العالم اللي فات وكان ليه دور كبير في تأهل أو في المديليات الثلاثة اللي خدناهم في ريو دي جينيرو 16 وتوكيو 2020 محمد شعبان كادر الحقيقة احنا من نتوقع له إنه ممكن يوصل في يوم الأيام برئيس الاتحاد الدولي كادر مسقف جدا هو على طول يعني موجود في سويسرا فامتابع على طول الأفديت لكل الجديد في الرياضة وكان معنا زي ما قلت حضاكم بسكايب وكلنا سألنا السؤال ده والحقيقة الإجابة جات بعد عدة أسابيع أو بعد عدة شهور إنه نزل وفاز بمقاعده ألف مليون مبروك لكابتن محمد شعبان وهنحاول نخليكن معنا أو يشرفنا بمداخلة عن طريق السكايب أو لو في مصر يشرفنا في قناة النادي الأحيان